إيمان معارف ليست مجرد ممرضة فرنسية عادية فاسمها بات رمزا للجرأة في مواجهة الصمت بعد رحلة استثنائية للتطوع في قلب غزة قررت إيمان أن تكون أكثر من شاهدة على المأساة والفجيعة والفضائع وصوتا يكشف محاولة القنابل والصواريخ إخفاءه لكن يبدو أن هناك من لم يكن مستعدا أو راغبا في سماء الحقيقة من سيدة عاشت ورأت عن قرب أهول الحرب إيمان أمضت 15 يوما في غزة بين شهر يناير وفبراير بداية العام بين جدران المستشفى الأوروبي في خانيونس حيث لا مكان للأمل سوى في صمود أطباء وممرضين يقاتلون لإنقاذ الأرواح رغم قصوة الحرب والحصار قبل أن تعود بعد ذلك لفرنسا محملة بذاكرة مثقلة بالصور المؤلمة وحواس خبرا جيدا رائحة البارود ومشاهد الدم في ساعات الصباح طرقت الشرطة باب الممرضة إيمان معارفي واقتادتها إلى المغفر السبب اتهام بتوجيه تهديدات للقائمين على معرض عقاري إسرائيلي رفيق شكات هنا هو المحامي إيمان الذي أكد احتجازها انتقد لعتقال الذي قال إنه جاء في وقت يتمتع فيه الجنود الفرنسيون الذين قاتلوا في غزة بحماية وإفلات تام من العقاب حسب تعبيره قبل أيام من اعتقالها شاركت إيمان في مسيرات مؤيدة لفلسطين ونقلت شهادتها للأحرى إلى البرلمان الفرنسي وبرامج البودكاست حضرت فيها من الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة ووصفت نقص الغذاء والماء والدواء وأكدت أن الشعب الفلسطيني يعيش بين أنياب الموت كل يوم الأطفال تضيف يعلجون دون مخدر والمستشفيات تحولت إلى ساحات للحر هكذا وصفت إيمان في كلمات كانت أشبهة لصيحة غضب لكن ذاكرتها تحمل الكثير أريد أنني لا أعلم أنني حصل به ليس مستثمر بلا أخرى تكن لا أحد فيها ما حادثه لم تكن هناك لزaneل سهر لك فعله علي رمز السجن وليس في ميز المدينة ولمه لكن أعند هذا أعود مهدا أعود بلا أصدر أعود أن أصدر أصدر على أطنقل سأنني أصدر لأنني أصدر أصدر أكثر أصدر أو الأطنقل أنني أصدر أنا أصدر 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 المترجم للتعبير المترجم للقناة لكن القصة لم تنتهي هنا بل بدأت معركة جديدة للدفاع عن الحق في التعبير ودعم القضية الفلسطينية رئيسة الكتلة النيابية لحزب فرنسا الأبية ماتيل بانو غردت قائلة إيمان معرفي الممرضة الفرنسية التي ذهبت إلى غزة ولم تتوقف عن التنديد بفضاء الإبادة الجماعية تم اعتقالها وتفتيش منزلها كل الدعم لهذه المرأة التي تصفها بالشجاعة ذات الشجاعة المذهلة والإنسانية المؤثرة يجب الإفراج عنها ويجب أن يتوقف تجريم الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية من جانبه قال النيب الفرنسي توماس بورتس أو بورتس قال في حساب منصة كنا قد استدفنا الممرضة إيمان معرفي في الجمعية الوطنية للاستماع إلى شهادتها وقد وصفت وضعا إنسانيا مرعبا يضيف توماس فرنسا تواصل قم أصوات السلام للتقديم على الإبادة الجماعية أو الإبادة التي يرتكب والاحتلال الإسرائيلي يجب الإفراج عن إيمان فورا توماس بورتس بالمناسبة كان قد زار الممرضة في مقر الشرطة لمناصرتها النائبة الفرنسية إيريسيليا سودايس التي ذهبت فيها الأخرى لمركز الشرطة لدعم الممرضة وصفت الاعتقال بأنه محاولة أخرى عفوا محاولة أخرى لترهيب ماشطة تدافع عن حقوق الفلسطينيين ثم تضيف أقدم دعم الكامل لها ولعائلتها بعد وقت قصير من احتجازها كما ذكرنا تم الإفراج عن إيمان الممرضة الفرنسية وهو ما أكد الفرنسي النائم الفرنسي توماس بورت وأيضا أكد أن إيمان لن تلاحق قضائيا لكن يبدو أن إيمان معارفي أحضرت معها العلم الفلسطيني الذي رفعته بمجرد خروجها من مركز الإيمان إلى أESSقي مركز